اشتركوا في القناة في هذه الايام ان البعض اشتكي من تأثير عوامل غيبية في حياته مرة ان الانسان يعرف سببا واضحا لمشكلة هو يعيشها كالامراض البدنية هناك اوجاع في الجسم منشأ هذه الاوجاع مرض معين فيبادر الى علاجه ولكن المشكلة عندما الانسان لا يجد سببا واضحا لذلك يرى تعقدا في الامور بشكل غير طبيعي يرى هما وغما ملازما لا سبب له يراجع لطباء فلا يعرفون سببا لمرضه لأوجاعه هنا البعض يذهب يمينا وشمالا وهناك في الواقع يعني التوجهان في هذا المجال التوجه الاول ما توجه سوء الظن بالغير هذه الايام عوام الناس في اول تفسير لهذه الظاهرة يتهمون من يتهمون يتهم الخادمة يتهم العدو أو العدوة وهذه مسألة خطيرة الانسان حتى سوء الظن الباطني يعاتب عليه الانسان الآن قد لا نقول بأن نرتكب حراما ولكن لا شك الذي يعيش سوء الظن الباطني لابد أن يظهر في فلتات لسانه ولطالما عاقبنا من لا يستحق العقوبة هل لسوء الظن هذا حتى على مستوى الاحتمال هذه عند الله كبيرة أن تقول أنا أحتمل أن فلان أو فلان هو صاحب هذا العمل هذا الاحتمال في حد نفسه يعد وهنا عرفا ونعم حتى قانونيا إذا احتمل الإنسان في حق أحد هذه المعاني يمكن أن يقول هذا الاحتمال وهن في حد نفسه على كل والتوجه الثاني يقول القائن فأين أنت عن ما ورد في الشريعة من تأثير الحسد من تأثير الجن من تأثير المؤثرات الغيبية سورة في القرآن نازل باسم سورة الجن معنى ذلك أن هناك حقيقة في البين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر كاد الحسد أو العين أن تدخل الرجل القبر والجمل القدر إذن هذه كلها معاني موجودة الجواب على هذا التساؤل أو على هذا التوهم أو على هذا التخوف صح التعبير الخطوة الأولى أن نبحث عن الأسباب المادية إمرأة مطيعة طيبة طيعة فجأة انقلب مزاجها فلنجلس معها بصراحة يا فلانا هل هناك خطأ بدر مني وتستحين من ذكره نعم عن طريق المصارحة نكتشف السبب ولد كان مؤدبا فصار مشاكسا أيضا لا بد من فهم بواطنه ولو العرض على الطبيب النفساني على كل حال هناك بعض الأمراض النفسية أيضا يحتاج إلى تخصص في استخراج دواعي هذا المرض الخطوة الثانية بعد أن يأسنا من هذه الخطوة ما حثت عليه الشريعة سورة المعوذتين حتى أن بعض المفسرين قالوا أنهما ليس من القرآن تعويذتان عوذ بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم يعترفون بأنهما تعويذتان نبويتان ولكن ليس من القرآن الكريم طبعا هذا كلام خاطئ يستلزم النقص في القرآن أقول في بال بعض المسلمين أن النبي فقط استعمل المعوذتين لدفع الضرق عن من كان يحب وأنتم تعرفون كان النبي يعوذ الحسنين عليهم السلام بهذه السورة فإذا من يخاف ضررا فعليه بالمعوذتين صباحا ومساء وبقصد الالتجاء الذي يقرأ المعوذتين تجربة الذي يقرأ المعوذتين لقلقة من الطبيعي أن لا يحصل على النتيجة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الشيطان له أن يوسوس والله عز وجل ليس له الحق أن يبطل ما يوسوس به الشيطان هو أرأف بالناس وهو قاصية الشيطان بيده فإذا من يقرأ المعوذتين باعتقاد وبيقين نعم يؤثر أثره ويضيف إلى ذلك آية الكرسي أيضا من آيات الحفظ والذي يقرأ آية الكرسي خمس مرات رب العالمين يتكفل حفظه بنفسه صلى على محمد وآل محمد